بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله سيجي ما يرضى ربنا نظر شوية فإن يعني أن السنة السيرة أسيد في ذوق من خلال تعريف السنة قد يقول قائل وإذا كان سمحتوا لي واحد منكم يتفضل من باب تلطيف الجو أغد يخدم تعريف السنة قفايل يستعرف نسمعه كامل السنة النبوية واحد منكم يتطوع يدر لي تعريف السنة يتفضل اجتهدوا عادية خواه 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 أقراض الجماع يا الله تفضلوا ما معنى تعريف السنة أكيد ما قرروا في القفر لكن هذا ما معنى يستعريف السنة النبوية تفضلوا يا أخاو تفضلوا شكرا صلى الله عليه وسلم هي أقوال وأفعل نبي صلى الله عليه وسلم هاو هناك مجيب واحد آخر فقيه صغير ما معنى السنة أحاديث صحيحة شكرا برك الله فيك زيدوا شكرا هذه المحاولات يا سيد واحد يجيب تسعة لا تسعة على عشرة واحد يجيب ثمانية عادي إذا سؤلتم هذا السؤال لابد أن تجيبوا بسؤال لقال أن تعلم لا ميتودولوجي أكيد تعريف السنة عند من عند من لابد من السؤال والسؤال مفتاح والعلم أستقصي سأسر سأسر أنت موسني ثورة ما معنى هذا السؤال يعني كان ثلث تعريفات ثلاثة تعريف السنة عند الفقهاء عند الأصليين علماء الأصول عند المحدثين علماء الحديث تعريف السنة عند الفقهاء السنة ما يقابل الفرض سيام رمضان فرضنا سنة فرض استيام الشوال سنة هذا انتبه الصحور ذي الفرض نغذ السنة سنة تحية المسجد أو كذي المغرب المغرب فرضنا سنة صالة المغرب فرض إيه تحية المسجد سنة وتسمى من سنة ذوات السبب نوافل ذوات السبب يعني بسبب الدخول إلى المسجد بنية المكوثي في قيمة تحية المسجد في أوقات الحلم وكذلك عند الفقهاء المراد بالسنة ما يقابل البدعة ما يقابل البدعة السنة سنة سنة بدعة تعريف الفقهاء سعنة غير ذال خاص السنة الفرض السنة البدعة وكي عند الفقهاء تقي منهج الفقهاء منهج الأصليين الأصليين ذا علماء الأصول وأول كتاب أولف في علم الأصول للإمام الشافعي كتاب الرسالة أول كتاب قعد قواعد الأصول هو كتاب الرسالة الإمام الشافعي كما ذكر ابن خلدون في مقدمته في الصفحة 412 وما بعدها وهو يؤرخ للعلوم قال وأول من قعد قواعده ولما أصبحت العلوم هكذا يقول ابن خلدون ولما أصبحت العلوم فنونا أي تخصصات ظهر علم الأصول وأول من قاعد قواعده الإمام الشافعي في كتابه الرسالة عند الأصليين ما صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول سنة قولية للأحاديث قولية كحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ إنما نوى كحديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما جو إلى الإمام ليؤتم به سنة قولية سنة فعلية أي نحن أخذ من النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم من وإنما أصلي هذا الحج الذي يأخذ عني مناسككم وإنما أخذ أخذ سنة تقريرية تقريرية المعني ما صدر عن أحد الصحابة من قول أو فعل والنبي صلى الله عليه وسلم أجازه إقفليف إكفرميف إسنياياس يأما يناياس ووال نغس يتبسم إلى أخي نعطيكم رواية من هنا تعلم الأدب النبوي ذهب إثنان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هنا يتعجم رئيس لنسين عاش زمان في عزيز صلى الله عليه وسلم ورحا في سفر يبضل الوقت متظليث وسينا رمان لكوان سلم كن وشاة خذم ولا شامان وشاة خذم تيم متفاهمين في كيد الدليل من القرآن فتيمموا صعيدا طيبا صورة البقرة الآية 43 صورة المائدة الآية سدة ستة يعني تكررت مرتين إذن الصحابة تيمم وصلى خذم تيم ومزلان أم بعد اقذ الذي فوك الوقت انظليث وفانمان وجدا الماء فارض نفلوه أثل حمال مثبض مسيا كورا وفانمان العنصر فارض نفلوه قلان هذا شاة خذم أتسعوذ الوضوء بارك الله وفك أتسعوذ لأن الماء طهارة الأصلية الطهارة المائية هي الأصل والطهارة الطرابية هي البدل طبعا لجآ إلى الطهارة الطرابية كبدل خطروا في نارمان سورة اسم يفانمان كمثل نغينات إلى قذعي وذن اللوضو وذعي وذن الظليث يعجبكم الرأي وتعوذنا ما شاء الله اختلف الفقهاء في المسجد المركزي بفرحة وعطوكم صحة وكلاكما على صواب رغم الاختلاف ثم خلف شد قارض إلى قد عيوذ نذغ اللوضو أذعي الظليث شد قارض وتعوذ نار وغل أن خذ من تايم الظلي فرحة ولا مور فثار الوقت الظليث اسم يوظ سينا غير نبي عليه الصلاة والسلام كيف وصل لي حكا له الحكاية تعرف ما قال لهذا كبدا هذا ما يعود صلاة قال له أصبت السنة وأجزائتك صلاتك يعني بطد سوا سوا إمور ثعوض ضار الظلي فيك ما هي حجته حجته أنه دخل في الطاعة في العبادة بوجه مشروع هذا هو أي غراء يعوث أو شمان تيم من الظلي فالشغل لا تتعاوذ يتعاوذ ما يتعاوذ والحديث إن يس صحب ني أصبت السنة وأجزائتك صلاتك وإن نظن سيقر صفين كين فروحي السنة ويروحي الأجر وإن كن ستثار يعوذ يعوذ الظلي فيس عاد الصلاة بعد الوضوء قالوا لك الأجر مرتين لك الأجر مرتين مع انتهى الأجر الأول تيم صلاة الأجر الثاني وضوء صلاة يفرح يفرح الرسالة تعالوا بنا نستثمر سنة النبي صلى عليه ولي 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 يفرح الناس إلى قنص فرح ثاخ القيف يا الرحمة إن يك أنا الرحمة المهدات بش ولا تنف صورة الأنبياء الآياء السابعة بعد المائة الأولى ربي ند وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذه مسألة فقهية بسيطة ومهمة مثل آخر دولة ربما تظل الطهور للقخام إدن الشيخ تظل الطهور للقخام عادي صلاتك صحيحة أم بعد في عدد ذاك ريف الجامع تسلظ قد قام تي الصلاة الثناص رح الظلغ أكد الشيخ صلاة الجامعة يجوز أم لا يجوز يجوز ثلاث أثناص تقصين فظل ثني في سناث ذيشوت أن دست كلاس يجوز الظلغ سناث طهور للقخام طهور للجامعة مع الإمام يلا تفضلوا نافلة الفقه الفقه الأول سيد المدير الفقه الأول قال هذه الثانية نافلة نافلة ومن بعد سيد المدير أعطي لكم العلامات أه يعني أجر الجامعة يعني نافلة يبوي أجر الجامعة أشحل أجر الجامعة كم أعطيني الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجامعة مليح هذا الحوار مليح أرى النخاوة لازم تعلم خطر نكون أيضا من حقنا أن نسمع إليكم لا لا سيد الدبا نسقر ما لم يكن نقار مردق صلى الله رحمه استقفال نسقر ما هذا 25 درجة الحديث سيسين لا أسنيني إناد في صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ يعني ثلاثة الروايات يوسر رأي 27 درجة رأي يوسر 25 جزء يوسر الرواية ضعف ضعف وهذا منهج في التعامل مع الحديث لازم نجيب جميع الروايات المتعلقة بالموضوع نفسه يوسر يقول المتدولوجي الصغر يبدن في الجامعات ما أحواجنا إلى علم المنهج أو المناهج في جميع العلوم جميع العلوم حواجنا المتدولوجي أين يعني السنة ذواء ها سوف يكون في ثلاثة الرواية درجة درجة الله يريد أن نعلم ما هذا لذلك في السنة ضعف في ثلاثة جزء صفي الفقه الأول هناك الصلاة الثانية تعتبر نافلة علش نافلة خطر الظل الفريض يفد الشيخ أقام الصلاة دخل مع الإمام لينال أجر الجماعة وتعتبر الصلاة الثانية نافلة سمعت الفقه يلا رأي آخر نعم لم أفهم أرفع الصوت تفويل الرأي الثاني قال لك نفوض الأمر لرب خطر ما تدري إبالك سيد يربحيني أتغال فيني الزلد وخام ذن نافلة فقه الفارضة خطر سيجيك سعن درجة أكثر إبالك تقيم ثن الفارضة فقه تغال السنة إبالك ربك ذلك الخشوع الخشوع وروح الصلاة لا ندري أي الصلاتين أخشع ورب أنت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الرأي الثاني تفويل الرأي الثالث النثد النثد ما تكمل الغارة فريضة الرأي الثالث أن الصلاة الثانية فريضة لماذا؟ لأنها أرقى من حيث الحسنة فتتحول صلاة اللي صلتها في الضار أتغل نافلة مازال مازال يمن الرأي إلى قثي دينهم أشكيف تكمل جبر مع أنتها إكمال أو جبر أنت صليت الفارضة في الدار ذمتك بريئة لو كانت متربما حسبك عليها لأنك صليتها ولكن النقص الذي صدر منك أي نخص ظلث تجبرها بالصلاة اللي صليتها جماعة والعلماء جمعوها في أربعة فرض نفل إكمال وتفويض هكذا كان يتدارس الفقه المسائل والإمام الشافعي من أسباب إبداعه في علم الأصول أنه كان يحضر مجالس العلم والمناظرات التي كان تقع خاصة بين مدرستي مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي ثورة نفهم السنة عند الأصليين قولية ما صدرنا أبي صلى الله عليه وسلم أو ما أثر عنه من قول أو تقرير عند المحدثين أوسع التعارف المحدثون وعلم الحديث لأن علم الحديث هكذا 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 في خدمة السنة النبوية وقد شغل نسم لإمام البخاري صاحب الصحيح الإمام مالك صاحب الموطة كما قال ابن خلدون سمق وسيد الطريقة الحجازية حينما تحدث عن خدمة العلماء للسنة النبوية وتحدث عن مناهج المحدثين واعتبر منهج الحجازيين والطريقة الحجازية من أدق الطرق هكذا يقول ابن خلدون لابغا يرجع كتاب المقدمة الجزء الثالث الصفحة تسعمية وربعين سيجد هذا الكلام أفتح القوس وسيد الطريقة الحجازية بعد السلف نتعلم الأدب فقر بعد السلف صالح رضي الله عنه قال وسيد الطريقة الحجازية بعد السلف عالم المدينة الإمام مالك رضي الله عنه أغلق القوس إذن أقذقي علماء خذ من السنة صاحب المسند الإمام أحمد صاحب المستدرك الإمام الحاكم أصحاب السنن الترمذي أبي داوود النسائي ابن ماجا وقذقي وخذ من السنة أدنغ ابن الصلاح في مقدمته الشهيرة ابن الصلاح أدنغ إلى كتاب مهم جدا وهو التبصر للحافظ العراقي ذي السنة ويقاث السنة وقاذ هذا الواجب وإن يخدم القحري شاقي بدان يتعلم ويعرف هذه المراجع إذن هذا من كبار المؤلفين في الموضوع الحافظ العراقي صاحب التبصرة ابن الصلاح صاحب المقدمة الكمال الكمال في أسماء الرجال أشرنا إليه للحافظ عبد الغني عبد الواحد المقدسي هذا الكتاب في علم الرجال الذي تنقطع فيه الأنفاس وقد هذب ونقح من قبل كبار العلماء منهم الحافظ الذهبي في كتابه التهذيب التهذيب أعيد هذه المعلومات وكذلك تهذيب التهذيب أسقلاني صاحب لغ المرام وتقريب التهذيب إلى آخري وكانوا خدام أوفياء للسنة حينما ظهرت حركة الوضع وقد يسهد في الصلاح عليه السلام لا هل يجوز يسهد في الدين قال الرسول ونسا ما قال لا يجوز أعطني الدليل من ثم مشي المشايخ لم أقصد المشايخ أقصد الإخوة إن شاء الله كلكم طالبة العلم في كيد الدليل بالليله يجوز تشكد غضف في صلى الله عليه السلام تفضلوا لأن نكون معكم شديد اليوم شوية يا برك تفضل نعم أوليدي طفل ما في عمرك يا أوليدي ما عمرك إخوة سفي عشر سنين تسعة نقص واحد تسعة السنين قال لي أن الرسول أفضل خلق الله سبحان الله إجابة صحيحة عندك عشرة لعمرك تسعة نتيجة عشرة لعشرة لا يجوز تكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ما واحد يقول تفضل أوليدي الرسول أفضل للناس صلى الله عليه وسلم ما شاء الله الله يبارك رشي مشطح يجاوب مجتهدون ما شاء الله في كتير زيغة الحديث من كذب كمل علي نعم أرض كان يقرأ الحديث آه ما شاء الله لقد قلت رواية من الروايات الصحيحة كين رواية من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار كين رواية اللي قلت هانت من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار وروايتك صحيحة تعلموا الروايات هكا لا سمسل جزء ضعفة من تعلموها في المجالس أكا وذم سوذم وذم الشيخ النغ سيدنا حرزربي وسيد المدار حرزربي وقف على هذه المجالس مجالس العلم في ولايتنا والله يوفق جميع العاملين وقذقي خدام السنة ذي الوقت ظهر من يكذب على النبي صلى الله عليه وليس وليس معتمد على لغته الفصيحة لن وعر انس عن اللغة العربية فصيحة أكدني أول يشبح يشوف إذن ين في حركة الوضع معروفة في التاريخ أم بعد أما كان قانستقضي لثاب بوها يثل العراض يخي مكني مظر تنسي للممنين أبوها الممنين أبوها يثل العراض سولني ونسمس عبدالله بن المبارك سول الناس العرض القحري شكرا نسي يا إمام هذه الأحاديث الموضوعة عدن في لاز زر ما سنين الناس تعيش لها الجه بذا الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء إكفاوها في الدزد برز إن يسن عربي سيقيض دي سوف غير جز أكتلاوين وغذري قدش أغفز سنة نغد ثلوين ثلاؤ قرنستقضي ثلوين إتلاوين ذا قبيلت الفصيحة ثلوين إتلاوين ممدقوا حريشة إن السنة إنساء ثلوين إتلاوين ذي السنة نعطوكم نعطوكم واحدة المعلومة مهمة جدا إلي ونقار ناس تاج الدين السبكي صاحب أعظم كتاب في علم الأصول جمع الجوامع جمع الجوامع في علم الأصول أعظم كتاب في الفن هذا تجدين سبكي ما الذي قرره علم الحديث قررته مرة تجدين سبكي تجدين سبكي صاحب كتاب جمع الجوامع لكي نظر بالله ربي قيض خدام السنة نعود إلى كلام عبدالله بن مبارك إن يستعيش لها الجهب هذا سقوة سنة مثلا كيف تدنيف لأنه أدنف مثلا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله وقيم من كبار علماء خدام السنة النبوية في هذا الزمان هذه الزمان أقول معنا ربي سبحانه وريتجر الأمة بلا خدام خطر نسي الناد عن أمته أمتي أمة أمي واحدة واحدة إنه كانوا تساقوا هذا أقل هذا واحدة أعطيني بركة الآية دينار في الأمة واحدة ما الصندقة شوية معلش ما قلته موجود شو وثيقة المدينة سهلة نظرك ندفع عليه لا تخافوه النبي صلى أسمر نفس سيرة يخدم نبي وثيقة المدينة دستور المدينة الفقرة الرابعة أمت واحدة من دون الناس المدينة هكذا هكذا يقول النبي الصلاة والسلام عن أمته صفي عندك عشرة على عشرة مرة أخرى أمة واحدة هو اللي قال أمة واحدة من دون الناس المعنى يسأمة متميزة ما ذكره النبي الصلاة السلام في وثيقة المدينة مذكور في القرآن أعطيه مني بركة دالي الأمة واحدة ما يقول الآيات تأم واحدة في القرآن يلا نعم بلعق أرفع صوتك عند الدست الآية أين جاءت لا تعرف يلا من يعرف أعطي صحة دجارك جذكرت الآية على الكلية تبدأ إن هذه أمتكم أمة واحدة تفضلوا أخوة عاونه يلا ذكروا آية أخرى ونذكر بالأمة الواحدة جماعة الخير قالوا لي بالليل مسجد المركز ينتع فريح بسم الله ما شاء الله عندما يزول وليتباع تظهر ويستخدم فرحان يخي كسير وفعلا فضل الشيخ الله يرفع قدره والله يرفع قدركم يلا وما تشيذ العيفة ممكن واحد يجاوب ويغلط عادي بنا ونتعلم نتدرب على الحوار لديباوفير باش ثموسي نغات النرنين ونكساك الخوف النين ورساك وذول عادي قول قولوا ما تخاش تفضل لا لا صورة الأنبياء الآية 92 سجل عندك الآية 92 إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون زيدوا لي آياء أخرى تفضلوا ما نكملش لك ما زيدوهاش أو كيف لازم تزيدوها معد المشايخ البقي مطالبون أو المدير قلت زيدها نعم يا الله سيدي دير النيابة عنكم تطوع سيد المدير تفضل وأنا ربكم فالتقون ثقيم المتشبه الآيات عند دوس الآية التي لدينا سيد المدير أبي بري صورة سوى سوى مدنية عندك عشرة العشرة صورة المؤمنون الآية اثنين وخمسين وأن وإن قراءتان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون خطر لانت اللا يفي تمشاذين بشوث غلظ الظارة ثنان صورة الأنبياء وأنا ربكم فاعبدون ثق صورة المؤمنون وأنا ربكم فاتقون لانت الآية الآية الظن إذن أمة واحدة النبي عليه الصلاة والسلام سئذن الرب إناد أمتي أمة مرحومة الشيخ حسن العشرة العشرة أيضا هناك رواية أخرى للحديث هذه رواية الإمام أحمد في المسند ولكن رواية الإمام الحاكم في المستدرك تفذس إنا خطر كان الصحابة كانوا حريصين على نقل السنة سوا سوا سمحوا لبيناتنا برك لو كان واحد منكم يقول كلمة أنت تقول كلمة أنا ننقلها نزيد قليلا يغيظ كالحال ويأتي واحد آخر يزيد قليلا يغيظ كالحال بزاف كشرة ربعة أو خمسة يزيد قليلا قليلا لكن قانص قبيلي قليلا ستصير سبحان الله والله ما قلت هذه الكلام ويغيظ كالحال لأن أنت ونا يوال ونحن عاديين ولكن تصور واحد يقول الكلمة على الرسول صلى الله عليه وسلم ما يزيد لا حرف ولا شيء إذلك الصحابة لماذا ترضوا عليهم يقول ورضي الله عنهم هوا تعبوا بزافة جمعة الخير أكثر الصحابة رواية الحديث أبو بكر لا لولدة أبو هريرة أبو هريرة رقم واحد أبو هريرة يجب في المرتبة يشكون عبد الله بن عمر بن الخطاب بن عمر يرواد 2630 حديثا في الدوض وذفير أنس المرتبة الثالثة أنس بن مالك المرتبة الرابعة عائشة رضي الله عنها ب 2110 حديثا المرتبة الخامسة ابن عباس 1660 حديثا ممكن قلكم على الأقل 70 صحابي كل واحد ما حال رواه بالأرقام إذن هؤلاء الصحابة كانوا أوفياء مجتهدين سوضنغد السنة بعد وساد الذين يخدموا السنة لن يخدموا السنة ويسألون يغربيلون أعود إلى حديث أمتي أمت المرحومة إذن في المسند مسند الإمام أحمد إند أمتي أمت المرحومة ورواية الإمام الحاكم في المستدرك إن أمتي أمت المرحومة إذن يسئن أكيد يروى ورقم الحديث 9550 هذه الإطلالة فقط بشد أن نظر بالله إن في جيغد أي روج ترك لنا ميراثا لا بد أن نخدم ما هو سؤال آخر الآن ما معنى السيرة النبوية أو ما فائدة دراسة السيرة السيرة النبوية تفضل ما فائدة دراسة السيرة ما هو الفائدة لن تنظر السيرة في صلى الله عليه وسلم تفضل أوليد حفظ الأحاديث عشرة لعشرة ما شاء الله سيكون التلاميذ بسم الله ما شاء الله فائدة نعم أوليد الفائدة الأولى إن حفظ الأحاديث صحيح تقرى السيرة تقرى السيرة من خيالة تحفظ الأحاديث مثلا نبعى صلى الله عليه وسلم ونستخدم الصحابة كذا وكذا الناس نكون نركب البحر وكذا لأخير ما يجوز نغلظه سوى من نبحر إن يسهو الطهور ماءه ماءه الحل وميتته هنا نحفظ الحاديث إنما أخطئ لأعلم إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى آخر الأحاديث ووقش شاك الله يبارك أمش طوحش هل عمري عشرة أقل فيها سادة عشر سنين عشر سنوات الشيقار معرفة حياة الرسول صحيح معرفة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أمشي ثلاث صرف قائن سأكد وراوي سأكد الأحفاديث أو تلويني سأكد التجار أو كد الصحابة أو كد المخالفين أمشي أخذ من صلحة الحديبية صلحة الحديبية سنزل ذلك الصورة من الصور ما هي صورة الفتح صلحة الحديبية صنط صنط صلحة الحديبية أوصف قاضية كحر زربي خطر هذا كبير صلحة الحديبية لجميع المصلحين في الدنيا إلى قد وانا الغرص هو الأولاد المسلمين على كل حال صلحة الحديبية يقدم الصلاة والسلام يقدم مشركين يقدم هدنة هدنة يقدم تنازلات مما يسمي هذا ما تصالح عليه رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسا اكتب لو آمن بك رسولا ما حاربناك إنسا هذا ما تصالح عليه محمد بن عبد الله تقرم تقيم تقرم في صلحة الحديبية المهم بشوث نسعة سيفغار ورشي مش طح أربي سبحانه اسما يس الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا لماذا السؤال مطروح كيف سمى الله صلحة الحديبية فتحا ما هي الأسرار ما هي الأسباب هذه فسيرة النبوية من يجيب منكم مش عارف الأذن تفضل يعني خذ من نقض صلحة الحديبية وقالا قدر المشركين خذ من نقضيه آخر سؤال باش ما نخذوش الوقت تعكم آه هذا السؤال موجه للصغار فقط كين سمعوا الأذان ذا شو الدعاء اللي نجيبوه بعدها سماع الأذان لحظة لحظة تشاركوا جميعا الصوت لحظة لحظة باش يسمعوك لازم يسمعوك احنا فرحين بكم باش يدعو لكم ماذا الناس الله يبارك معلش هذه جاوبا بعد جاوبة دعاء كين سمعوا الأذان المؤذم كمّل الأذان واش نقوله برك الله فيك عشرة لعشرة تفضل عاودي هدمي عاودي هدمي معلش محمدا وسيلة وبعثهم ما شاء عشرة لعشرة كمّل أوليتي ما شاء الله شهادة أرشاق يكوب بنت عشرة لعشرة سنحة ربي ونفرح سنطاس صلاة وليدي الله يبارك صلاة قائمة ما شاء الله ما شاء الله من الجيهتين أرشي مشطحة سيق أثني حرز ربي وكني حرز ربي الآن في هذه الدقائق المتبقية هناك بعض الرسائل المهمة أيضا نطرحها نقول ما علقت نجاوب قبل على السؤال أهمية درسة السيرة من أهميتها أن السيرة النبوية هي الترجمة العملية للوحيين للكتاب والسنة نتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم آمه كيف تعامل مع الأحكام الواردة في القرآن الكريم سيدة عائشة استقساسي من اسمه سهيشام بن حكيم صحابي جليل في الأخلاق ينس الغث نيس كان خلقه القرآن كان خلقه القرآن أي كان القرآن يمشي بين الناس سعى فوائد كثيرة جليلة آخر نقطة نعالجها علاقة أو أنواع الأحكام بالنسبة للقرآن أنواع الأحكام التي وردت في السنة بالنسبة للقرآن هناك ثلث أنواع النوع الأول أحكام الموافقة مطابقة يعني ديني بنوي حديث أين ديس ذي الحديث للسنة الذي القرآن نبيا صلى الله عليه وسلم والصيغ في الوالدين ربي وسيغ في الوالدين هكا موافقة ربي سبحانه يحرم الربا وأحل الله البيعة وحرم الربا والسنة أيضا تحرم الربا وهكذا ثقي قانس أحكام موافقة النوع الثاني إسميس أحكام مبينة وذلك سعى ألف باجين ألف بتفصيل المجمل ما ورد مجمل في القرآن يأتي تفصيله في السنة مثلا بيان أنواع الزكاة بيان أوعية الزكاة أنصيبة الزكاة هذه التفاصيل لم ترد في القرآن وردت في السنة النبوية وهكذا بلما نفصل نقول لك مثلا مقدار الزكاة الذهب اشحال السؤال للرجال اشحال ثمانين غارة من لا خمسة خمسة وثمانين خمسة وثمانين عشرة على عشرة ولكن الميزان في النبي صلى الله عليه وسلم 4-25 جرام النغة تفضل لا لا الميزان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد في السنة النبوية عشرين دينارا عشرين دينارا وين نلقوا؟ نلقوا في موطة الإمام مالك رقم الحديث خمسة وثمانين النبي صلى الله عليه وسلم دينارا 45 جرام فقال النغة ولكن في السنة 20 دينارا في الوقت الوقت الإمام مالك 85 جرام الفيضة ما هذا؟ الفيضة لا لا الفيضة 595 جرام نتورة ولكن 200 درهم دينارا في السنة النبوية إذن وقال تفصيل المجمل إلى ما يقال تخصيص العام إلا حاجة عامة ولكن ربي سبحانه حضرت في المواريث ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نينك نحن ما عاش البيالان وورث ما تركنا صدقة إلا تقييد المطلق القرآن الند من بعد وصية توصون بها أودين وردت الوصية مطلقة في القرآن الكريم ولكن تقييدها ورد في السنة كما في حديث سعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير وفي حديث الشريف إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعمالكم زيادة في أعمالكم فضعوه حيث شئتم وفي حديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث هناك أخيرا أحكم جديدة وردت في السنة النبوية ولم ترد في القرآن الكريم وهذا أمر مشروع لأن الرسول هو أيضاً مشرع بجوار القرآن الكريم كما قال الله تعالى وما أتكم الرسول فأخذوه وما نهكم عنه فانتهوا وفي قوله تعالى في سورة النساء لأية 59 ويا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم خاتمة أخويني أعطيكم الصحة في الأسبوع قد خدم من السير النبوية ولكن النصيحة رديني هي المظهن خاصة وللحضور عامة نحواج بشن غري الرجد جن في صلى الله وسلم واحد في سنة لقد شروا وثيذي ثامو سنة تحواج شروا ونتيذي ما يتوقع اليوتوب ويتوقع الانترنت أصد أنت أغريق بضغلالة أو تذيب كلمة كفا الدوني وغلغ العوان صر مصادر العلم الشرعي حاجة أخيرة لزم الأدب ثم الأدب ثم الأدب الأخلاق سيد ديوصفر سبحانه سيد ديش كرب سبحانه نفي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم ويناد النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق هناك رواية أخرى للحديث أوردها الإمام البخاري في الأدب المفرد إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق رقم الحديث مئتين وثلاثة وسبعين ما أحوجنا إلى أن نتخلق بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم جاغون ثلويت أرثم لليث السلام ربي في لون ترجمة نانسي قنقر